موسيقى مرحبا معكم الصيدة لاني محمد قناديل وخلونا اليوم نحكي شوي عن البشرة مثل ما نبين من عنوان الفيديو لاليوم هو عن الواقيات الشمسية مثل ما بتعرفو الشمس الكثير وفوائد للانسان وبالمقابل الى مضار اكتير خلينا نحكي عن فوائد اول شي وبعدين نحكي عن مضارة فوائد الشمس كتير كبيرة من انو بتساعد الانسان على يصنع فيتامين دال وقت منتعرض للشمس لمدة نصف ساعة الى ثلاث ساعة باليوم بتساعدنا وبتحفز الجلد على صناعة فيتامين دال المهم كتير بالنسبة لنكون عندنا عظام قوية لنكون عندنا اصنان صحية بتساعدنا بامتصاص الكاليسون بشكل افضل من الغذاء الفائدة الثانية للشمس انو هي بتحمينها من الاكتئاب لانو تعرض الانسان لاشاعة الشمس بيزيد نسبة السيروتونين بالدماغ وبالتالي هو الهرمون المسؤول عن المزاج الجيد اللي بعدنا تساعدنا انو ما نتعرض للأمراض بشكل كبير لأنه هي إلى أثر قاتل للجراسيم والفيروسات والفطرية يجي هلأ على مدار أشعة الشمس مثل ما إلى فوائد أشعة الشمس إلى مدار على الإنسان من هاي أول المدار اللي بتعرض للإنسان هو المشاكل الجلدية اللي بتسبب أشعة الشمس المشاكل الجلدية اللي بتسبب أشعة الشمس هو رح نركز عليه بالفيديو ورح نركز على الواقيات الشمسية اللي بتحمينا منها الأثر السلبية للشمس بشكل عام الشمس بتطلق مجموعة كبيرة من الإشعاعات اللي إلى أثر سلبي كتير على صحة الإنسان بشكل عام وعلى الجلد بشكل خاص من هاي الإشعاعات اللي إلى أثر سلبي على صحة الإنسان هي الإشعاعات فوق البنفسجية تنقسم الإشعاعات فوق البنفسجية إلى نوعين بشكل أساسي هي UVB و UVA UVA بشكل أساسي هي المسؤولة عن حدوث علامات تقدم السن في البشرة UVB هي المسؤولة بشكل أساسي عن حروق الجلد الناتج عن الشمس نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة هوني بيجي دور بالواقيات الشمسية بحمايتنا من هاي النوعين من الإشعاط الضارة اللي بتوصل لجلدنا من الشمس واقيات الشمسية بشكل أساسي تقسم إلى قسمين عندنا قسم يسمى الواقيات الفيزيائية أو المعدنية والقسم الثاني هو الواقيات الكيميائية أو الواقيات العضوية سيحكي بشكل مختصر وسريع عن إيجابيات وسلبيات كل نوع من هالأنواع الواقيات الشمسية بلش بالواقيات الفيزيائية أو المعدنية يوجد نوعين فقط متوفرين بالسوق لون قدرة حماية عالية هن أكسيد الزينك وسنائي أكسيد التيتانيوم إيجابيات الواقيات الفيزيائية هي أنه إحداثة للتحسس قليل يعني ما بتسببنا أي مشاكل بالتحسس غير ممتصة من الجلد يعني البشرة غير قادرة على امتصاصها اللي هيك بتضل على سطح الجلد وبتأمن الحماية بشكل جيد جدا إحداثة لمشاكل البشرة من الحب الشباب أو تهيج البشرة هو نسبته قليلة مقارنة مع الواقيات الكيميائية سلبيات الواقيات المعدنية أو الفيزيائية فينا نقول إلى عدة سلبيات السلبية الأولى هي أنه الواقيات الفيزيائية وقتما نحطها على الجلد بتعطي وهج أبيض أو بتعطي فيلم أبيض على البشرة ممكن هذا الشيء ما يكون مقبول تجميليا بالنسبة لكثير من الأشخاص اللي عم يستخدموا الواقيات الشمسية المشكلة الثانية هي أنه حدوث انسداد للمسام لكن نسبته قليلة ولكن ممكن الحدوث عند بعض الأشخاص وهذا الشيء بيؤدي إلى رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء نجي على النوع الثاني للواقيات وهو الواقيات الكيميائية أو العضوية الواقيات الكيميائية هي إلى أنواع كثيرة كل سوق عالمي يعني كل منطقة جغرافية بالعالم هي تستخدم نوع محدد من الواقيات الكيميائية يعني المستخدم بأميركا غير المستخدم بأوروبا غير المستخدم بالشرق الأوسط غير المستخدم بشرق آسيا مثل اليابان وكوريا بشكل عام الواقيات الشمسية هي عندها إيجابيات وسلبيات مثل الواقيات الفيزيائية أو المعدنية سنذكر ونبدأ بالإيجابيات الواقيات الكيميائية هي ممكن أنه يتم صياغة بكريمات وسوائل أو بخاخات وتعطي قوام خفيف للكريم أخف من الواقيات الفيزيائية بالإضافة إلى أنه هي ما تعطي أي مثل ما ذكرنا بالواقيات الفيزيائية ما تعطي أي هالة بيضاء عند دهنة على البشرة وهي بتكون مناسبة لأصحاب البشرة السمراء وأصحاب البشرة البيضاء لأنه ما تعطي أي هالة عند تطبيق المستحضر الإيجابية الثانية هي أنه مع تطور الزمن وتطور الوقت صارت هاي المنتجات أكثر قدرة على امتصاص الأشعة الفوق البنفسجية الضارة وصارت أكثر مقاومة لأشعة الشمس وأكثر قدرة على حمايتنا من هاي الأسار السلبية السلبية الأولى هي أنه الواقيات العضوية أو الواقيات الكيميائية هي أكثر قدرة على إحداث مشاكل تحسوسية والتهيج ووخص في البشرة السلبية الثانية للواقيات الكيميائية أو العضوية أنه عنده وقت منطبق على البشرة قسم صغير من هاي الواقيات الكيميائية يطم امتصاصه إلى داخل مجرى الدم حاليا لا يوجد أي دراسات أنه فيه هذا الشيء يمكن يسبب آثار سلبية على المدى القصير أو على المدى المتوسط ولكن فيه أشخاص بفضلوا أنه يستخدموا الواقيات الفيزيائية على الواقيات الكيميائية بسبب هالامتصاص اللي بيحدث وقت منطبق الكريمات على سطح الجلد سبب الأخير أو السلبية الأخيرة للواقيات الكيميائية أو العضوية هو سبب فينا نقول بيئي بشكل أساسي وجدوا العلماء أنه بعض عوامل الواقيات الشمسية الكيميائية أو العضوية إلى أثر سام وقاتل للحيد المرجاني والتنوع المرجاني في البحر إلى هالقدرة هاي العوامل الكيميائية أنه تدمر هذا التنوع فلهيك بعض الأشخاص ممكن يبتعدوا عن الواقيات الشمسية الكيميائية بسبب اهتمامهم بالبيئة رح أضيف أنا فقرة جديدة بشكل أساسي للفيديوهات هي عبارة عن أسئلة بتجيني منكم على الإنستجرام أنا دائماً كل كمي يوم بحط ستيكر كوستشن بالسطوري عندي على الإنستجرام فينكم تشوفوا بالدسكريبشن لحسابي على الإنستجرام والتابعني وتسألوا أسئلتكم رح جاوب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة بتجيني بنهاية كل فيديوهاتي على اليوتيوب السؤال الأول إيجاني هو بيقول عني احكي عن مدار الريتان متل ما بتعرفوا مدار الريتان كبير كتير كتير الريتان أو متل ما بيقولوا مستخدم كتير للأسف عنه بشكل عشوائي وبدون استشارة طبية الريتان يعتبر بالدول الغربية هو الخيار الأخير بعلاج حب الشباب بعد ما يكون استنفذنا كل الخيارات الموجودة قدامنا لعلاج حب الشباب فبيكون هو الخيار الأخير لعلاج حب الشباب الريتان بشكل أساس يستخدم في حب الشباب الشديد العقدي اللي بيصير عبارة عن عقد التهابية تحت الجلد اللي بتأدي لتشوه بالبشرة وتشوه بالجلد هاي الحالة الوحيدة المستخدم فيها الريتان مدارة كتير كبيرة بسبب اكتئاب بسبب جفاف بالأخشية المخاطية والأنفية والعينية بسبب أفكار انتحارية ممكن عند بعض الأشخاص ممكن عند بعض الأشخاص يسبب مشاكل كابيدية سمية كابيدية لهيك وقت نحن الأشخاص بيستخدموه تحت أشراف طبي بيطلب منهم تحاليل كابيدية في بداية العلاج وفي منتصف العلاج وفي نهاية العلاج لنشوف الكبد قادر يتحمل هذا الدواء بالإضافة إلى أنه له مشاكل شديدة بالنسبة للفتيات الحوامل أو النساء الحوامل فهو مشوه للأجنة 100% حسب الدراسات اللي أجريت على الحيوانات لهيك بتمنى دائما أن نستخدم الرتان حصرا تحت أشراف طبي يعني حتى لو صيدة لي وصف لك الرتان يفضل ما تاخده تاخده تحت أشراف طبي الطبيب رح يطلب لكم تحاليل دموية بشكل دوري لحتى راقب مأمونية هيك دواء بالنسبة لكم وبتمنى دائما تسمعوه النصيحة وما أي شخص قلت لكم أنه استفدت على الرتان وصارت بشرتي مثل الإزاز أو البلور نركض نحن فوراً على الصيدة اليوم نشتري هذا المنتج لأنه مثل ما صاروا الجانبية كتير كتير كبيرة السؤال الثاني جاني بيقول وقته بيطلع حب بوجه فوراً بيقلب بقعة بنية مع أنه مبلئها وحتى أحياناً بعقمها مع هالشي بيضل بيقلب للونة البنية بهذا الأساس هو هي حالة اسمها أنا ذكرتها بالفيديو السابق رح أتلكون الكارت تبعه هون عن الندبات حب الشباب بشكل أساسي الواقي الشمسي مهم جداً 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 بهاي الحالة حتى ما نعرض الحب الشباب أو الندبة تحب الشباب لأشاعة الشمس وتتحول للون البنية بالإضافة إلى أنه ملاحظة جيدة أنه أنت ما عم تلقي الحبة ولا عم مثلاً في عالم ما بيستحملوا بدون يفقعوا الحبة أو يفقوها أو يتخلصوا منها بشكل أسرع لكن هذا الشيء بيسبب ندبة ممكن تضل لأشهر وسنوات بشكل أساسي منستخدم الكريمات الحاوية على فيتامين C الكريمات الحاوية على أربوتين الكريمات الحاوية على كوجيك أسيد والفيتامينات الحاوية على مشتقات فيتامين E بعد الاستشارة الطبية بالنسبة لآخر نوع لأنه ممكن يسبب أثار جانبية مثل جفاف البشرة السؤال الثالث بيقل لي أنه غسول أكوا ديرما منيح أنا ما بعرف أنه أكوا ديرما عنده غسولات للبشرة بس رح أتأكد من الموضوع إذا كان شركة أكوا ديرما عنده غسولات رح أعمل عنه روفيو رح جيبه استخدمه وحط على روفيو على الستوري على انستجرام فين كون تشوفه وهونيك جاني سؤال كمان بيقول أنه أينه أحسن الواقي الشمسي الأبيض أو اللي بيجي معه كريم أساس بالنسبة لهذا الشيء هو ما فيه فرق بيناتهم غير من الناحية التجميلية فيه سيدات بيحبوا أنه يستخدموا الكريم الأساس لحال وفيه سيدات وأنسات بيحبوا أنه يستخدموا الكريم يكون الواقي الشمسي فيه أساس يعني مثل بيقولوا أنه خطوطين بخطوة واحدة يعني منطبق الكريم الواقي الشمسي هو بيعملنا بإخفاء العيوب نتيجة وجود الكريم الأساس الخامس بيقول الواقي الشمسي المناسب للبشرة الجافة بالنسبة لي الواقي الشمسي للبشرة الجافة يفضل أنه يكون يحوي على عوامل مرتبة بنسبة جيدة بيحتوي على زيوت إذا كانت البشرة جافة بشكل كبير فيه نير الشحلك واقي شمسي اسمه بريسان فور دراي سكين واقي جيد سعره مقبول نوعا ما بيرطب بشكل جيد جدا بيحتوي على كمية منيحة من الزيوت وبيحتوي على خلاصات عشبية مدروسة بتساعد أنه ترطيب البشرة ومنع جفافة بعد تطبيق الواقي هذا كان كل شيء للفيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات وبتمنى تكون جاوبت على الأسئلة اللي ترحتو علي بالإنستجرام بتمنى تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم واصدقائكم حتى تم الفائدة وبتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وكوميت للقناة أنا بقرأ كل كومنتاتكم وإذا في أسئلة عنكم بالكوميت رح حاول جاوب عليها أكيد بتمنى لكم الخير والصحة والسلامة وبشوفكم في فيديو جديد مع السلامة